اشتركوا في القناة 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 على هذا المستوى حتى عملية تدرج يعني بالنسبة للأداء المنتخب الوطني ليس هناك تحسن في كل مباراة يلعب بتشكيلة اعطيني فقط مبارتين متتابعتين خادهم من المنتخب الوطني بنفس التشكيلة لن تجد مبارتين بنفس التشكيلة خادها واحدة ولكن هذا يعكس ايضا شخصية متخبطة على مستوى القرار هناك نوع من الإرتباك تابعنا ايضا هناك حتى نوع من العناد وبالتالي التعاقد مع وحيد كان خطأا أنا قلتها في وقتها ليس الان التعاقد مع وحيد كان خطأا لأنه نعرف مين يكون وحيد نعرف التجارب وحيد المنتخبات التي أشرف عليها وحتى الأنتي التي أشرف عليها الصدمات التي عاشها وبالتالي كان عند عملية الاختيار كان يجب أن توضع هذه الأمور يعني ضمن معايير الاختيار روتالي تعاقد مع وحي جاء متسرعا يبقى عليه أيضا بعد كأس إفريقيا مضيعة للوقت حتى لو تأهل المنتخب الوطني على حساب كونغو الديمقراطية هناك من سيتحدث على أنه تأهلنا إلى كأس العالم وأنه ليست هناك منتخبات ضعيفة في قرر إفريقيا هناك منتخبات ضعيفة في قرر إفريقيا هناك منتخبات تحاول أن تتطور لأنها تستفيد من لعبين ومارسيون في أنديا أوروبية لديهم مستوى طاكتيكي ومستوى من النوج ولكن ما زالت هناك منتخبات قوية وما زالت هناك منتخبات ضعيفة ومنتخبات تبحث لها عن موطئ قدم عودة إلى الحصيلة حصيلة سلبية مباراة الولايات المتحدة الأمريكية مباراة كاريتية ثلاث أهداف للسفر غياب الروح غياب التلاحم اختيارات أيضا خاطئة حتى المباراة الودي ربما كانت خاطئة لأن حتى المدرب تحدث عن السفر لعبين أيضا تحدثوا عن السفر مباراة جنوب إفريقيا شاهدنا شوط تاني أما منتخب له في المتناول مباراة ليبيريا مستوى رديء جدا بالنسبة للمنتخب الوطني مع منافس في المتناول هناك أيضا من سيتحدث على نهاية الموسم هل نهاية الموسم فقط بالنسبة للمنتخب الوطني هل لم تتابع متخبات أوروبية في مستوى الإقاع فهذه المبريرة نجدها فقط نحن العياء والإصابات بداية الموسم ونهاية الموسم لو كنا في بداية الموسم سيقولك أيضا في بداية الموسم لو كنا في منتصف الموسم ستسمع أيضا منتصف ولكن كحاصيلة سلبية جدا مثل الوحد خليلوزي سيحب زحشلف وهذه المقابلات بالثلاثة من الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جنان المقابلات جنوب إفريقيا لشوط ديالة الثانية كان هناك تحسن ثم مقابلات ليبيريا لأنني بالنسبة لي وخرا رغم الإنتصار ربما هي أكثرهم كاريتية كنظن أنها تشبه السياق الذي يعيش المنتخب الوطني والجو العام الذي يعيش المنتخب الوطني وربما منذ التأهل للموندير بالنسبة لي هذا الأداء كيف شفناه وهذا المستوى أنا شخصيا كنت كنت أتدره ولكن لا يوجد بهذا الشكل لا يوجد بهذا الأنقلاب غياب الرغبة وربما كتعكس الجو العام اللي كان في مستودة الملابس اللي كان في الجامعة الملكية المغربية الكرة القادم والجو اللي كان ما بين الجمهور نيوما والناخب الوطني يعني جو عام لا يساعد أصلا على العمل صعيب لعبين جايين من بعد ثلاث شهور ديل غياب الوضوح بخصوص مستقبل الناخب الوطني غياب الوضوح بخصوص واحد الملفات ملف زياج كيف ضبر ملف منصر المزروي كيف ضبر كذلك ثم شفنا شفنا وربما تحت فرصة نقش بهذا الشي شفنا تقريبا مجولا حرب كلامية ما بين رئيس الجامعة الملكية الكرة القادم من خلال الخرجة دياله في الفلس بيس ديال تويتا أولى في لقاء ديال المكتب المديري ثم الناخب الوطني اللي اختار أنه يتكلم على الصحافة الكرواتية والبوصنية وكانك يجاوب بطريقة غير مباشرة على فأيضا ما كانش ممكننا نتصدروا شيء ما شي مفاجأة الحمد لله أننا خرجنا بدون الخسائر نتصرنا في مقابلة ديالنا بجوج ولكن كنظن هذه صافرات انظار خاص يتخذوا قرارات شجاعة فوقتهم ما خطاش نتعطلوا يعني كنظن أنه تعطلنا بزاف أصلا من مرار مقابلة ديال كونغو وخلينا ذاك الغموض صمت ماذا كل شيء الآن كي تحدثت على نقطة وحدة يعني مثل تقيم ديال أداء المنتخب الوطني فالتات المقابلات لكل شيء رجع نقطة وحدة هي النقطة ديال المدرب ضايد خليزي واش المشكل هو المدرب الآن حالي بالنسبة لكم واش كالمشكل والآن حالي أصبحوا المشكل ديال المدرب إلى المنتخب الوطني لا المتخبات الكلة المأهلة المنتخبات القليلة اللي كانت تعيش وضعية مرتبكة والفارق المغريب أغلبية المنتخبات صحيح كانت تفوت على المستوى النتائج مقابلة رسمية ومقالية هذا ديال مسألة عادية ولكن كانت هزات من الداخل لا يوجد إجماعة حول المدرب والآن كانت تكتبين مؤشرات لأنه تصريح ديال مروانسيس غانمسيس مؤشر بأنه غاية منفيد كانت مسائل الداخلية اللي في حقها منشل اللي هو عميد الفارق ديال المنتخب الوطني طبعا حالي هو معروف بالرزانة بالحكمة في ته كعميد فارق صحية والتالي في سؤال ديالك واجهة ولكن رأي مشروعي ديالك يستمد منعش منعديك ملاعبين نقوله أغلبية متألقين عندك خزان داخل البوطن الوطنية لمتألق على مستوى القاري ما يمكنش هذا الخزان وهذا المعطيات تأثير منهم فارق يعني يقنع لأنه لاش بنا نقولك بأن الحكمة تقول اللي ما يتطورش كيتراجع نحن ما يتطوروا بالأداء ديرنا ودليل الأرقام اللي اعطيتك اللي كنا من الأحسن الدفاعات اللي كنا على مستوى حتى الدولي الآن ولينا كانت تسجل لأهدف بطريقة بذائية على مستوى الأداء الدفاعي الدفاعي والتالي فانا شخصيا المسؤولية ممكنش تحكمل وتعطي تقيم اللاعبين ورجع ما لقالها ما كتعبش بتشكيلات مقاررة تغييرات متعددة ميزاجية في الاختيارات تهميش أسماء وإتيام أخرى غير جاهزة ولا يعقل في العرف دي كورة القدم أنك تعيط لاعب فاقد لإيقاع المنافسة الرسمية كتدخلوا في مناسبة مقابلات دي الكام باش يسترجع لإيقاع هذا غير مقبول نهائيا ولكن من يجيك شو طعو الثاني الحصيلة دي الواحد فهي حصيلة اللي هي إيجابية يعني مثلا حتى بني كان قارنوا مثلا بالمدربين السابقين للمنتخب الوطني ربما الجامع كتفضوا حد دكرار اللي هي إيجابية وجيدة لأيرفيروناغ النتيجة دي الواحد أحسن من النتائج لحققها فاسمتو إيجابيوناغ مثلا عدد انتصارات يفوق انتصارات اللي حققها فاهيد على رأس المتخب الوطني تفوق انتصارات عدد أهداف مسجلة مع فاهيد أكثر من عدد أهداف مسجلة مع إيجابيوناغ حتى في النتائج يعني وصول الكأس العالم وصول الربع النهائي كأس إفريقيا فين كان المشكل إذان مدام تسيد هذا بأنه الحصيلة دي لفهي جيدة في كل مشكلة هذا الشيء اللي قلتي هذا من باب الحق الذي قد يراد به باطل لماذا؟ لأن عملية تقيه لأداء أولا وحيد المقارنة أيضا احتمى بين مرحلة رونار ووحيد يجب أن نخطفه معطاء آخر أولا وحيد تسلم منتخبا تأهلي لكأس العالم رونار تسلم منتخب لم يشارك 20 سنة لم يشارك في كأس العالم وكان غاب على كأس إفريقيا 2015 اللي كنا نحتضنها في المغرب وكننا في 2013 خرجنا الدور الأول و2012 خرجنا الدور الأول و2010 لم نشارك في المرحلة علي الفاسي الفهري وأنا كانت تركيبة روباعية وما إلى ذلك فهذا المعطاء أساسي أيضا في عملية تحليل وعملية تقييم أنك تشرف على منتخب عنده واحد تراكم يعني العلم السواء وصل لكأس العالم وترك نطبع إيجابي صحيح في كأس العالم نريد أن نعطي خلقه أحد الآثر إيجابي لمنتخب الوطني وحيد صحيح تأهل إلى كأس العالم ما من الأرقام يمكن أن تحضروا عليها أنا كان أعتبر الحديث عن هذه الأرقام نفخ بالنسبة لحصيلة لا أنا جايق نحلوها الحصيلة ما هي حصيلة تأهل إلى كأس إفراقية الأمم المتخب الوطني 17 أو 18 مرات دائما الحضور في كأس إفراقية الأممم وصلوا بالنهاية وخسروا مع الفريق الذي كان الفريق النهائي والذي خسروا بدربة جزاء مع السنقر شاركنا في كأس إفراقية الأمم يعني لا أخسر بأشي فريق نكيرة أو فريق صغير لا أخسر مع المتخب مصري بأي طريقة أخسر مع المتخب مصري بطريقة بداية جدا سجلتي هدف تغييرات التي كانت في تشكيلها يعطيني تير كادري وحدة كانت في مقابلة للمغرب ومصر خسارة كانت للمدرب ومباراة مصر سعط كانت هي أول اختبار لواحيد منذ تعاقده ومع المتخب الوطني لأنه لم يكن مستفيد من الكورونا هو وحيد لأنه مدت لي العقد ومدت لي التواجد ومدت لي مجموعة من الأمور ومدت لي ما يحصل عليه يعني من رواتيب شهرية وبالتالي أكبر مستفيد من الكورونا هو وحيد هو يأتيك يقول لك أنني أعطيت ساهمت واحد مليون درهم مرة ساهمت بها غير من ذاك الرواتيب التي كنت أتقاعدهم على متسوى الجميع المغربية بالتالي حصيلة أنا أعتبرها عادية جدا أنك تأهل الكأس أفريقية الأمة وأنك تأهل الكأس العالم التي كنت وصلت لها في الضورة في 2018 بالإضافة إلى ذلك أنك تأهلت حسب الحلقة الأضعف في المنتخبات المصنفة من سا إلى عشر لها الكونغو الديمقراطية القرعة عادية قرعة ما قلت لها لكننا نقدر نطيحها مع السينيغال لكننا نقدر نطيحها لا ما قلت لها ما قلت لها على الأقل يكون واحد المنتخب واقف يدري أدوار متقدمة يتمشي النصف النهائي يعني العقدة الأهداف حسب ما قال رئيس الجامعة هي الضور نصف النهائي ولكن حسب ما يقول وحيد هي الضور ربع النهائي أنا ما عشكو نتقيق دائما فنعرفه لأنك كما قال وحيد رادال رأى أهداف وحققها كاملة إذا كانت كما قال رئيس الجامعة هي الضور نصف النهائي رأى لم يحقق أهداف دياله وبالتالي هذا نقاش آخر لأنه كان نقاش آخر يقول أيضا أنه إذا تأهل إليك أس العالم عقده يجدد بشكل أوتوماتيكي نحن لماذا كانت نقاش هذا بالغير بكل خاطئين هذا الجمهور التي صافرت السهجان قبل وبعد المباريات هذا الإعلام الذي يحلل والذي كان جزء منه أيضا يساند وحيد فالناس كلهم خاطئين وحيد على صواد كورة ربينة كورة لا تستطيع لا تستطيع بالنسبة للمتخب الوطني لا يمكن أن تحسن في الأداء بالنسبة للمتخب الوطني أيضا نحتاج إلى مستوى نظر الوحيد الذي يجب على القادية الأداء هو والد رجراجل من فلش قلبي أنه كان قول نقول الأداء الأداء مهمون النتائج ما هو الأداء ريال مادريد كان دات مؤخرا كأس العصبة بأداء لكنسية ولا كرد عصبة غير الأداء لا يجب أن نفسره ماذا نقصد بالأداء حتى السوائد نقصده بالأداء واذا نقصده بالسيرك نقصده استعراض الأداء هو فارق يكون واقف بشكل جيد تنظيم دفاعي جيد تنشيط هجومي جيد انتقال بالدفاع الهجوم بشكل جيد واذا أتليتكو ومادريد كدروا لكن لكان دول فهم الأداء أنا ما كدروا أداء جيد بلا كان هدول الفهم ولكن فارق منظم عمو تملك قادل ويداد الفوز في نسبة ما يمكن تحدث على الأداء ولكن فارق منظم انتقال بالدفاع الهجوم بشكل جيد هجمة مضادة بشكل جيد وبالتالي يمكن تحدثه هذا هو الأداء الأداء لا يمكن فقط الاستعراض والسيرك داخل الملعب بالنسبة لي لأن الحاصلة السيليبية السي واحد لم يقنع للاعبين لإعطاءه تصريحات مرون سيسرتك لا يسر وحلي هذا يقنقص الخطر يقول لك أنقضه ما يمكن إنقاذه إلا نحن نشوه في كأس العالم هذه العبارة اللي بغي يقول غانوسيس بخاصية التقاطه بشكل عاجل 15 لا لا هو من تبعي كاد النقاش الجادة لحول المدري لا هو التقييم تقييم دي ما خصو يكون مزيان وما فيهش مشكين غاو النقاش المغلوط وغاو نيك نربطه بواحد طريقة في كل قد جيني كربطه التقييم بالبقاء أو الدهب دي المدري البقاء أو الدهب المدري في الصيق خصو يكون وفق وفق النتائج ماشي وفقوش عاجبني للعب ولا ما عاجبنيش للعب وشكور هذا واحد كتعجبني وشهد اللاعب جاي ولا ما ممكنش نصفته مدريب على ثلاث شهر بعد شهر في المنضي حيث ما جابش واحد اللاعب ولا جلعبين ممكنش نصفته مدريب بتاع تبقى ثلاث شهر حيث اللاعب دياله ما عاجبنيش غانصفت مدريب فاش كون ثلاث شهر إلا كانت تقصى من واحد المنافسة اليوم عنا اللي اللي ما تعرفش المغرب غادي يحس بذل جو العاملي كاين بحرارة تقصينا من كأس العالم والكورة المغربية كتعيش كوارث أعطي بحل ذاك شي ديال بداية سنوات الالفين اللي عاشنا مع رجل مار وعاشنا مع التركيب الروبعية وعاشنا مع ناخبين وطنيين بزر اللي كنا كخصوف هنا في بلد يعني 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 الجو مثلا الفرحة اللي كيكون نورفيج رقب الكأس العالم كل مرة كيخرجوا أغنية باش يقولوا أرغمشوا وغنديو كأس العالم يعني جو ديالفرحة وجو ديالبجة هذا أرقى أرقى حدث كوراوي من ناحية ثقافية في كورا القدم والمونديان وعدنا جفراقية الله أخذوا المستوى قررين كينجو إيجابي للأسف للأسف وأنه النقاش من الدباع مشا مغلط مشا مغلط مشينا الكأس الفراقية وصلنا الربع النهاية القيص لإقصاء في مقابلة مصر كي تحمي مسؤوليته المدري باختيارات دياله الجامعة اخترت أنها تخلي المدري فتاك الفترة لأنه كان عندها مقابلة ديالكونغو مشينا المقابلة ديالكونغو دبرنا المقابلة ديالالدهاب واحد طريقة المقابلة الإياب كان أداء جيد للمنتخب وطني وحتى في مقابلات لكي الإنسان يكون منصف في المقابلة الأولى الثانية الثالثة كان هناك بدايات بلايك نشوفه شوية لتخيط الإيكيب ناشيونال جاية للأسف المشكل كامر كيف تتدبير أنا لعقلتي وكنت قلس هنا في حديث مع الصحافة فاشقال المنتخب قلت بالحرف إذا كنت اليوم سنصفت واحد حيت ما جاب ليش لعاب ولا جوج هذا رأي مشكل إليك القارض أنني ننفصل إلى واحد معطيات كوروية وباغين بنشي حاجة 2023 اللي ممكن لنبليها مع واحد ساعة نرحب أجي وشرح لنعلاج ولكن القارض يتخذ لك الساعة ماشي نقلس فبراير مارس آفريل ماي يونيو نحي نسي نتل مقابلة الولايات المتحدة ونجي ونصرم أخبار كوروية ما تتدبر شكا كوروية 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 بالمنطقة العقل اليوم أنا كنظم إذا كان هنا قرار الفيصل مع واحد ما يكون قرار رياضي هو قرار قدر نقول تقريبا سياسي لأن كين وضعية احتقان ربما عمر نعشنا بحالة في كوروية القدم ريضاء المتخب الوطني ومتخب بزاف أنا كنت مقابلة بجوج لا ديال 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 عادي جاني الإحساس ديال واحد المقابلة التي تاريخي عن المنتخب المغربي مثلا المغرب قابرون ثلاثة الجوش ألفين وتسعود ديال شي مقابلة مثلا المقابلة ديال فاس مغرب الكاميرو نترك نهاية الحقاب ألوك نحن أهلين الكأس العالم وعننا جيل زوين يعني كاين ما يتبنى للأسف التدبير الصمت ديال الجامعة العدم الوضوح ديال يعني ما خرجتي قلت سيد هذا لا يعاون نرى ممكن نكمل معك لدينا مشروع آخر ما خرجتي تدفع عليه وفي لحظات اللي كنخصك تدفع لي واني كندفع لي كندفع للمنتخب الوطني كتحمي منتخب الوطني مثلا القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية مشجع جاي كي سب المدرب ولا خرجة رسمية ديال حتى عظم الجامعة غي إدانة أو لا شي حاج شفنا مثلا إشاعات وجميع عندها زعمال اللابي توت أنك تخرج تكتب شفنا إشاعات كي خرجوا ديال أن المدرب غادي مشي المدرب راها دي المدرب راها ها مما عمره كان بالغ رسمي كي يحيت شك من اللي أقل موضح صافي ما بغينا شا تسيد ولا بغينا سمع مدروحي تفضل إذا كانت إذا نغدر غدر فقوحي قبل لأنه تصريح اللي ديال الجمهور في مركب محمد الخاميس يدينه وكانت خاص في إعلان موهم أعتذر إلي هذا مشجع راعتذر موهم لا هذا مشجع خارج الملعب وحيد رسم الجمهور داقي الملعب ومن الجامعة كانت خرجت ربما جلت البلاغات بأن استمرار اتقاف في المدريب وعليش نحمل المسؤولية الوحيد لأن الوحيد لشتي المقابلات أولا كان محدود لنجد المقابلات كلهم بالمغرية مع منتخبات متوسطة والوقت اللي نمشي نالكان ربحنا بعد خطرات انتصارات خارج المتوقع التاكتيكي بل كي يجي حكيمي حكيمي مثلا يدربوا الأخير لحظة ما فيها الخطة ما فيها ولو فيها الكفاءة والشخصية دي اللاعي نهار وقفنا لابناء ممتخب واقف هي مصر رغم أن مصر مستوى دي لكن عادي أننا تقصينا تقصينا بوحط طريقة رشار لجمال بداية أن تسجل أهداف لا تسجل على فالفريق الوطني لا تطور صحيح بأننا لا نطلب أداء الجمالية أو بارصة ولكن بارصة 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 قلت نطلب يكون السيستم واضح تشكيل تكون تقريبا مفهومة واضحة لاعبين يعني والذي تقول الفريق الوطني كثير الرسميين هنا كيرتباك تحييز هذا كل لاعب كي يكون أذاء دياله في مستوى كتجي مقابل لم تتلقه لماذا الله أعلم كان عيناد كان مزاجية كان صلبة زائدة وبالتالي أنا متفق كان خص الإدارة ديالجامعة ندخل فالوقت المناسب لنتلك في اتخذ القرار اللي أعتقد بأنه فعلا قرار سياسي ماشي سهل فبما ما كيعطي لنش أشيارات بين الفريق الوطني كما قال نوروان سيس لا نتمنى مشاركة يعني مخيبة الأمال في مونديال لأننا دائما نقوم بالمونديال نريد أن ندوز المرحلة أخرى نقوم بمشاركة ونقوم فرحانة ونقص الضل ونقوم فرحانة فخصنا نسجل لمشاركة ديالنا بالنتج إيجابية ونفرح الجمهور للأشياء القليلة التي تعطي البهجة والمتسام للجمهور وهي الرياضة وهي كورة القدم نتمنى ونحافظ على هذا المكسب سي جمال بأنه أرد فيها شيء آخر وتدبير شيء آخر بالتالي الأجواء الجنائزية المرسومة حول المنتخب الوطني في علاقاتها وتدبير تقني بالنسبة للمدرب واحد وأيضا حتى علاقة بتدبير الجامعة في اختيار هذا المدرب وفي الإبقاء عليه أو في الانفصال هذا مستوى آخر وبالتالي نحتاج أن نظلم الأنديا المغربية التي تصنع اليوم بالبهجة بالنسبة للمغاربة أخرجت ملايين المغاربة التي تعبروا على الفرحادين وممكن الموضوع ناقشه أيضا تعلموا تقييم المدرب ويخبرون متناقضين وما يمكن في وقت كان يبدو الذاكي يصبح بحال لأن الأداء لم يعجبنا إذا كنت تذكروا هذه المرحلة وعيطنا اليوم كامل قلنا ندروا لنا واحد تقارير كان أنه رئيس جلت دار تقارير مصطفحج دار تقارير الحامل الأمتيعة دار تقارير كل شي دار تقارير وممكن تقارير أيضا في ارتباط في عملية تقييم لواحد فأنا استجامة السؤال سأل لكم ونسأل لأننا حمز حشلاف على دقة دي هذه مشكلة لأنه لا يوجد إدارة تقنية التي يخدمها هذه الجامعة إدارة تقنية التي ممكن أن تقنية إذا تسيد تكلمون على السلبيات والإيجابيات والتدبير والمتاخب الوطني ومشكلة في المشهد المدرب ورئيس الجامعة ونحن لدينا إشكال في المغرب أن أي مدرب يأتي يقول أن يشوف رأسهم أكبر من الجامع لأنه يوجد علاقة مباشرة فقط مع رئيس الجامعة والوحيد الذي يحاسبه بالتالي لا يوجد مدير تقنية نحن مدراء تقنية يأتي ونحن ونحن أوشن ونحن ونحن لا تعرف ماذا جاء ونحن هذا جانب في موضوع الرياضي لا يوجد مخاطب يقول الحوار مباشر وهذا الحوار مباشر الذي يشكل دائما بين رئيس الجامعة والمدرب ليس إيجابي دائما لأنه الرئيس الجامعة يبقى الأمور استراتيجية صحيح وللأسف يمكن تلعوذ الرئيس الجامعة لأن المنظور للمنتخب الوطني حتى على مستوى المسؤولين لأنه نرى المنظور إذا كان المنتخب الوطني جيد كورة القادة المغربية جيدة إذا كان المنتخب الوطني جيد نحكم على كورة القادة المغربية جيدة عملية تقييم الكورة القادة المغربية يجب أن تتغير التقييم يجب أن يكون على مستوى البطولة الوطنية وماذا لدينا بطولة قوية إنكلترا كان المنتخب غائب على المشهد الأوروبي وعلى المشهد العالمي آخر لقاب فازت بها إنجلترا في 1960 ولكن استطاعوا أنهم يعطوننا أقوى دوري في العالم يعطيك متعة أسبوعية أو كل ثلاث أيام التي تكون مباراة الأوروبية أو بقية المسابقات في إنجلترا نحن الآيام قلوبة خاص المنتخب الأول يكون دائماً في أفضل حال لا يوجد إشكال ما يكون في أفضل حال ولكن أعطيني أندية قوية أعطيني بطولة قوية أعطيني تكوين في مستوى عالي أعطيني بنية تحتية في مستوى عالي ولا قدر الله هذا المنتخب لا يوجد كأس العالم كما حدثتها في إيطاليا أو كما وقع الألمانية من يخرجون من الضوء الثاني لا يكون إشكال لأنك لديك أرضية صلبة وعندما تعود تبدأ من جديد نحن قلبه دائماً على المنتخب الأول يكون في أفضل حال وحتى يكون قاعد هذه الشجرة لك تخفيضك المشاكل الكثيرة في الكورة القادمة المغربية والتالي عملية تقييم والمنظور يجب أن يتبدل على مستوى حكومة رؤيتها المجال الريادي اليوم المجال الريادي مهم جداً رأينا الفرحة الكبيرة للمغاربة بالويداد ونهضة بركان وقبل براجا وأيضاً بالويداد أكثر من المرة وبركان التي توجه هذه التسعة ألقاب التي توجهت بأندية المغربية زائد الألقاب التي كانت تسرق بالفريق الويداد نرى هذه الفرحة وبالتالي يجب أن تفاعل أيضاً مع الأندية مع المنظومة ريادية على مستوى التمويل ومستوى الدعم لا يوجد كافية أن نأتي تقضي وطنية تقضي الإدارة التقنية التي تكون لديها الصلاحية والقدرة والإمكانية هذا المشكل جاء من تسمى الأصل للمجيدي الوحيد النهار الأول أنا بنسبالي إغوهدوكاستيك لا يجب أن تكون وقرار ربما لم يكن يتخذ وكانت لديك إدارة تقنية لأنني جاءت في نهاية الفترة نصر لارغات نصر لارغات بشب حالو لا يوجد إدارة تقنية القرار التخاذ قبل أن نختار أوزين ورابات لجمع المورا وهذا في اختلال لأنه نغمار إدارة تقنية لماذا يجب أن تكون لأن هذه الأتخاذ الأساس أوزويت أوزناف وانتطالع كلابه نفس الفلسفة الكوروية اليوم إلى جيتي تشوف الكاتيجوري لأننا قربما منتخب الأول كلاب كورا مختلفة علاقة يمكن الكاتيجوري التي يكاينين وهكذا ما أريدك من هذه الكورا إذا كان كلاب هذا ناقاش بوحده نحن نرى إطار أنه إذا لم يأتي من دراسة كوراوية مختلفة هناك المشكلة وأنه في المغرب لا أعرفنا كورا بعد ما أريد الكورا التي يكلاب كما ترى إسبانيا تلعب كما ترى ألمانيا كما ترى لماذا يأتي ناحب وطني لكي يأتي تقول له ها الكورا التي أريد أن كلاب والأصدار سيقوم على حساب مدريب الذي جاء مع الفلسفة الكوراوية التي تريد الفلسفة الكوراوية التي ترى في الكاتيجوري من الملك التي تتعمل اليوم نحن نجح بعض مدريب نجح مع الجزائر مع اليابان مع منتخبات أخرى صاريم إلى أخير كان عليه كلم في الصحفة أحصل ومع قرارات سياسية لا يعلم علاقة بالرياضي لا يتخذوا مدريب مدريب صالح أحصل لكي أحصل اليوم كوراو لم يكن أعمل وكان أظن لدي إحساس أنه لا نريد أن نتفقد النخيم الوطني ونقدر نفقد نفس الغالط لأن لا يوجد إدارة تقنية لا يوجد إدارة تقنية والتقنية أسمن هو على التوحيد الرؤية على المستوى التقني في هذه المرحلة الحالية صعيد لماذا؟ لأنك تجيب على المستوى المنتخد الأول ولا باقي المنتخدات لاعبين تكونوا في مدارس أخرى ألمانيا فرنسا بلجي كم حتى هذا التوحيد على المستوى التقني اللاعبين لا يمكن أن يتوفر وأنت لديك لاعبين لا يكونوا لا يدازوا مراحل سينية في المغرب فكيف نتضرع على واحدة تقنية؟ والتالي نتضرع على واحدة تقنية لو كان لدينا فعلا أن هذه اللاعبين كانت تدرج مختلف مراحل في فئة صغرى وصولا إلى المنتخب الأول هذه المفردية لا يوجد ثانيا نرى الآن كانت مشاركة لبعض اللاعبين البطلة خاصة من الويداد مع المنتخب الأول في المباراة ماذا؟ كان كفاءة ولكن كان هناك بعض اتقاد يقول ممكن أن تكونوا فيه جبران عطيت الله وداري نعم فهما لاعبين تقلقوا على المستوى القاري خاصة تحقاق كبير على الدم فعلا الحق أن يكونوا في فارق وطني ولكن تقييم الأداء كان مختلف نهضروا على وحدة تقنية خاصة إدارة تقنية مسؤولة تشرف على وجود الفئات الدرجة بأن حتى الاسطاف تكنيك يكون جاي من الفئات الصغرى كيف يصل يكون عرف ذلك اللاعب ذهنية اللاعب تكوين طريقة اللاعب لا يمكن طريقتنا تشبه ألمانيا ولا شيء على المستوى البداني كانت تقنيات تقنيات بحال تقدر تقول بورتوغال تقدر تقول اسبانيا ولكن فعلا نوصل الوحدة تقنية يكون هذا الشيء من ضومة بشركة فتنها الاندية المستوى الفئات الصغرى مكوينين توجه إدارة تقنية قوية لقادرة تختار المدربين وتختار البروفيل والإمكان المتوفراش وتاني واحد جمال شاركوا أحد الإشارات بأن أهمية الفارق الوطني الأول نحن ألفنا الجمهور على الغير اربح المتوفر المتوفر الأول وشي لا يخد نفسي سوق لا يوجد مشكلة فرحنا فرحنا بمستوى المفارق الأول ليس مشكلة في فارق الوطني فارق الوطني ليس مشكلة ولكن ولو تقوم بالعمل في العمق وتقوم بالفارق الوطني الفوق يريب كل شيء ما لها؟ هذه عقلية قدلها طبيعة الحال ولكن يجب المنظومة تغير والتغيير كذلك سياسة الرياضية الآن وشهد ما يجرى في كرة القدم ونتاج هذه هي استراتيجية الرياضية هناك توجه خاص هناك سيد نافذ ونفوذي خدم الكرة في مرحلة ووكي الأنواع الأخرى في حياته فوزي القجال يريد أن أعود لي في نهاية البرنامج كأيضافة فهدية لكي ندزل وغر أخذ محوال أخذ طبعا في المصار التاريخي أنه لم يحدث من رؤوس الجامعة كان مرتبط من المنتخب الأول إلى الذكرتي يعني العليف السيد فهري الجنراح السيد بسليمان مقابلة المغرب فدائما كان مرتبط بالمنتخب الأول وبنتائج المنتخب الأول هذا منذ الحصول يتبدل لا نبقى فقط مرتبط المنتخب الأول مرتبط بحاصيلة التي تعمل الفئات العمرية الأندية الهيكالة الجوانب المالية والاستشهار وما إلى ذلك لكي يكون تقييم موضوعي فكما كان طلبوا من الإعلام والجمهوري يجعلون تقييم موضوعي فالصانع القارة يجعل تقييم موضوعي في عملية بقاء أو لأننا نعرف عملية اختيار أو تعيين للجامعة كيف تأتيم وبالتالي لا يبقى للمباصير الرئيس الجامعة مرتبط بالأداء المنتخب الأول يريد أن ترجع أيضا إلى النقطة المتعلقة ولكن 24 ساعة قبل تم وجهة لهم السواحي الدعوة والقارس لعبين الأساسيين لا ليس إشكال أعطيت عنوان تخبط بالنسبة للوحيد العلمان أنه لديه لعبين آخرين شكلها دائما حاضر مخصوص على لعبوتها وماذا لعب دائما في ملتخب ملعب أعطيه فرصا العكوش فالبرقوق أيضا الذي تمنى للشفاء ودى العملية فهذه كلها عنوان أيضا تخبط المدرب والذي في الرمق الأخير يحاول أن يرضي بعض الجمهور أو يرضي الإعلام أو يرضي ربما ربما يحتاجون هذه المعطيات كاملة أو هذه الأمور كاملة التي تكلمنا والأداء المنتخب في المقابلات المقبلة كيف ترى ربما المستوى الذي يمكن أن يكون على المنتخب الوطني في كأس العلم تقريبا 14 أو 15 شهر كيف ترى أو لا كيف نكون متفائلين في المقابلات التي سيأخذها المغرب في كأس العلم وخصصا مع الفراق التي هي كرواتيا وكندا خصوصا وبالجيكا بطبيعة الحال أتمنى لا يمكن أن يكون متفائل صحيح بأن هذه العوامل التي هضرنا على كلها وهذه الحيتيات التي حقا تحيط بالأداء الفريق الوطني لا يمكن أن أن يكون متفائل لأن لماذا؟ كان إمكانيات أمر بأن كان إمكانيات على المستوى اللاعبين لأن كنت أتمنى أن أغضيت تحلل المشكلة لأن لا أتصور فريق الوطني حاضر المونديال بدون لجوم الكاملة وأنا كنت أعدي ملاحظة على الزياج انتظرناه المونديال في الروسيا ما كانت انتظرناه في مصر وهذا المواعد الكوبرا الذي أخفق في الظهور أتمنى أن أعطيه فرصة وعطيه نفس الفرصة نفس الفرصة أسمح لي أن هذا السلوك غير مقبول لأن هذا لذاء الفرق الوطني الجمهور كله ينادي به فالأسبقية لذاء الفرق الوطني والجمهور بغض النظر على المدرين كان واحد لعينته وكانت تعرفه وغير مقبول الذي يتمنى أن تحل المشكلة والفرق الوطني وهذه الله وحيد لأنها تشكل لأن الناس يصلح لأن الذي كان يتظر من أحتل الكاريزما الرئيس الجامعة رجال الجامعة لم يدعني لم يدعني النقاش لم يدعني إلا رئيس الجامعة فخص أمور وفق منظور في المنطقة ذلك الكرة المنطقة لا يوجد إختياراته نتمنى أن تسترجع البديهة ويقود الفرق الوطني لن تبقى لا يمكن أي قرار ينزل وإن كان الرئيس الجامعة أكد في الجلسة البرلمانية اليوم بأن هذا الشرق الجزائي المالي لا يوجد والتالي يجعل الأمور فتوحة سواء أبقى واحد أو لا فاللاعب المتوفرين لأنه سوف تدوم تجربة أوروبية ويلعبه مع مدارسة أوروبية كبيرة فكين الإمكانين للفرق الوطني يكون حاضر نتمنى أن صياغة التقنية تكون حاضرة لأن فرق الوطني سيواجه منتخبات قوية وكين قادر أن يواجههم ويحقق على الأقل قفزة مقارنة مشاركات المدرناش منذ 86 أن ندوزوا على الأقل دور الأور ونعطيهم الجمهور ريادي الذي يتسنى لأن الجمهور يطلب كان أكبر دليل ورد فعل الجمهور والكاسفرقة من القاضون بنت واحد لراجد وخخسرنا دون مصر كورة الطائشة كل شي يرتاح قال بنا تقاتله بل يخرج بوصفة كي بكي هذا المشهد تعافل تفاعل مع الجميع وقال وقال دافعوا بلو القميص ودافعوا بستيماتة كان السيستام دوجوبان الذي فقدناه مع وحيد هو الضغط العالي لأن مع أوري ميشيل كنا رأى يدين في الضغط العالي مع ريفيرونا مع ريفيرونا كنا رأى وشوفوا الكورة التي سجلنا مع جنوب فريقيات ثانية فبهذاك السيستام أن الضغط العالي ضعوا وضيعوا كورة سجلات ودير الرباح وبالتالي فأكدت كان إمكانيات نتمنى أن الأمر يرى تجاه الإيجابي سواء مع وحيد أو غير واحد ولكن إمكاني الضغط مستوى أفضل في المنطقة الكاملة متوفرة جمال أنت سألت كيف تفاعله؟ التفاؤل يطيل العمر التفاؤل خيرا تجدوه ولكن كيف نكون واقعي نكونوا واقعي ينبعوش لوهم الجمهور مع وحيد لا داعي للتفاؤل كيف نكون صعيب أن المنتخب الوطني يكون منافس أو يحرج منتخبي كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم مع وحيد إذا تم تغيير وحيد وتم التعاقد مع مدرب آخر لذاك يمكن أن يخلق أجواء أخرى إيجابية ولكن أيضا حتى المدرب سيأتي إذا كان في حالة لا يحتاج الرفع وعما لم يستقف المطالب لأنه حتى لجاء كان الهامج خمسة أشهر أو أقل لكي يجمع ما تبقى من شتيات المنتخب الوطني يخلق أجواء إيجابية وبالطروح يعني في اللاعبين الروح لم يكن لا نعرف أكثر من عميد المنتخب الوطني يعني غانم سيس في تصريح الذي كان لديه بعد المقابلة للجنوب الأفريقية وكانت فيه إشارات قوية بخصوص المستقبل وبخصوص المرحلة المقبلة كمان أنه كان يكون نداء استغتاء لإنقاذ سؤال تنسو لك نتخيل أنه قرر يقول سيفايد الله يعاونك سالينة ما البديل؟ ما أنه مدرب جديد نأخذها يعني يبقى لنا 4 شهر تعرف على اللاعبين ما تحديث جديد العلم الله ما يكون هذا المدرب وكيف يجب أن يكون ما يكون ما يضيع على الوقت ونضعه ربما فأنا نضع فيه اليابان وكوة الدفور فأنا نجرع على واحد قبل أن يكون يسميه فأنا نصلهم كأسا ونجرع عليه وتقصده في الدور الأول هذه مسؤولية الجامعة سيدنا لا نحن نسير جامعة الجامعة لدي الناس مسؤولين هم الذين تعاقدوا مع واحد هم الذين هم الذين يدعوا البقاء في الوقت الذي كان الجمهور يطالب بالإنفصال عليه هناك مرحلة من المراحل قدرنا نقوله كان قصان هناك فئة تساند واحد ومعه وفئة تقول أنه صالح شوية من بعد بين أنه بشكل عام أنه واحد غير صالح لمتخب الوطني إذا كان يوم تأخر لا نحن نفس أريد عليه الذي يدبر الأمور للجامعة الأمريكية المغربية هم الذين يجعلوا الوقت يوصل لهذا المرحلة والضيق لأمور الذي يجعل الأمور أتفاقها هم قابلة الولايات المتحدة الأمريكية وقابلة الولايات المتحدة الأمريكية أعطيت مؤشرات على الوضع الذي سيكون عليه المتخب الوطني أكثر من ذلك واحد بنفسه فاقد للأمل لا سمعته الصالح للأخير يقول لك أنه ماذا يريد مني الجمهور سنواجه بلجيكا وسنواجه كرواتيا ونحن غير مرشحين أنت من الآن تحبط عزائم اللاعبين تحبط عزائم المجموعة وتحبط حتى عزائم الجمهور وهذه ليست أدوار المدرب المنتخب أحيانا المدرب ممكن يتكلم بواقعية ولكن يجعل الروح الإيجابية يجعل الطاقة إيجابية في كل مكونات المنتخب الوطني كما أنه واحد يقول لك لا داعي الصفر إلى قطر فنحن نقصم دور الأول وليسلت لنا الأسلحة لمواجهة كرواتيا فهذا يحتوي على نوع من الإحباط غير على هذه النوعية التصريحات لا يجب أن يستمر نحن هنا في حاجة يريد أن تذهب إيجابية في حاجة إلى مدرب يجمع ولا يفرق في حاجة إلى مدرب يعطيه واحد نفس إيجابي للملايين المغاربة الذين أحرقتهم مجموعة من الأمور خارج المجال الرياضي وبقوا يشوفوا في الرياضة متنفس وفي كرة القدم والمتخب الوطني والأندية واحد البارقة للأمل تنصيهم الكثير من الآلام والأوجاع حمز أحشب طب بعد ذلك نبدأ هو أن القرارات لا تتخذ بالأهواء الجماهر وما يريد الجماهر سنوان يقومون استفتاء وما يختارون لأحد اللاعبين والمدرب والمدرب وللأسف الكرة في المغاربة تضارب هذه الشكلة لتعند الأندية لأن الجماهر يطالب براحة المدرب وخي يكون لأن الجماهر يقومون براحة المدرب للأسف وبالتجاريب في البطارة الوطنية وقعت ولكن بالنسبة بخصوص لكأس العلام القادمة سواء مع واحد أو مع مدرب آخر أولا بعد ذلك يجب أن نهيئه جيدا يجب أن الحاسم السريع في القرارة والحاسم السريع في القرارة يجب أن يتخذ بالتواصل واضح أول إذا كنت تجعله واحد يجب أن تقول أنه يجب الأخبار وراكسنا مع المدرب الوطني وهذا المشروع الذي سيكون وضعنا هذه النقاط وصحناهم وخصية هذه وهذه وهذه إذا كان القرار لأنه يتخذ بسرعة لتعطي واحد ثلاث شهور يتصل باللاعبين يتلقى معهم يمكن يدير دورة مثلا يشوف الطواريخ في سبتمبر أو قبل كأس العالم لأنهم لديهم ضيق وخص واحد القضية التار هو أن تنضيف الأجواء داخل الجامعة الملكية والمحيد من المنتخب الوطني هذا أهم أي ناخب وطني الذي تريد أن ينجح يجب أن تنطفل الجو لتعطيك ومن حالي تتكلم بكلمة أن تنطفل المتخب الوطني لا تساعد وتتكلم عليها ودراء غائبة المنتخب الوطني لا تفوق يعني يجب أن يجب أن الأمور لا تنطفل وحاجة أخرى هو أن القضية الجو المحيط لأن لدينا واحد المكتسبات وحيد ربما يختلاف على المستوى التقني لكن المكتسب هو أن منتخب الوطني وصرق وكانت تكتبان في كأس إفريقيا وأن اللاعبين قرب بعضياتهم وكان يدعون وكلهم يدعون على هذا الجو ثم قضية الانضباط وهذه القضية الانضباط لا تريد أن نتراجع عليها لا تريد أن نتراجع من الناس يقول أحد صارم أنا أقول واحد أعطينا وإلا رغدين الخطأ وقعنا في 94 مع اللوزاني الله يرحمه كان لديك منتخب من ضبيط وكان هو قصح مع اللاعبين مشال اللوزاني قبل المقابلة جاء الله يرحمه بليندا وقع لي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك سلوكات لا تحترمش في هذا وأنا مبغيت شيء تعود في قاطع تفضل سؤال آخر تفضل بسرعة إلى التحيد وحيد في هذه الفترة لا نكون أول متخب قدم على هذه الحطب والحال بينك المدربين خبراء دوليين اللي خداهوا تجارب مع منتخبات مباد تأهيل وقادوهم أثناء المونديال فإلى ما كانش واحد وهذا قرأ في إعلان دي الجامعة فيكون تعاقد مع مدرب خبير دولي لمدة أربعة شهر استعداد والمشاركة في المونديال وبعد مدبرة حكة قد تشوف مدرب آخر إذا لمشي الربطوا بإننا رأى ضروري بخصيبقة واحد ولا ضروري خصيبقة واحد ولا ضروري بخصيبقة الحاسب خصيبقة إلا كان موحد خصيبقة خصيبقة بلاغ رسمي هذا المدرب هو اللي كان وانت عامل معه والمشاكل الداخلية تحل إلا كانت تغيير دي المدرب خصيبقة دابق لأن هذه الفطرة هي مساعدة الإعداد تهيئ فريق وفق الإمكانية المتوفرة غير لا ديسيبليد رأى مددد دائماً ما كانش فريق وطني رأى إيرفيرونار ما كانش لا ديسيبليد وراء الحديث اللي كان قال وحيد على الشيشة وعلى الشيشة وعلى الشيشة وبالتالي رأت المؤشيرة اللي كانت مباراة إنه كانوا بعد اللاعبين دي الفريق الوطني اللي كانوا خارجين القهاوي معه وحيد تيارة مؤشيرة وبالتالي ما كانش لواحد يبان بينا وراه ولا ما مختلف على الجامعة سيد محمد روحني أريد تقولك لأنك بحكم أنك متسبع للشأن الكوراوي منذ سنوات وشأن ريدي منذ سنوات هذا القضية هذا الشغف الآن حالي اللي كانشاهده في كوراة القدم وهذا ما يشبه بعض الأحيان الهيستيريا بعض الأحيان كلمنا هي هيستيريا مثلاً مكسبتها في مواقع التواصل الشماعي تفرش في المشاكل في فرنسا مع كرواتيا خاصة في المشاكل المشاكل متابعين وعادياً يعني كيوجدوك أسلعي ما هذه نحن يرابحين المشاكل متقالين ولكن نحن نقشب الآن برنامج حواري هذا الشغف الآن اللي كانشوفه هذه الحالة الحماس المرتبطة بكوراة القدم سواء كيف منتخب الوطني أو الأندية أو الحماس الزائد لماذا هذا الشيء دائما كان عندنا في المغرب أو لماذا هذه السنوات هذه تغييرات تبدلات شيء حاجة في المشاكل المغربي وفي علاقنا بكوراة القدم كانت تأثيراً في المواقع التواصل الاجتماعي نيب واحدة من نسبة طاغية هو الشغل بالفرق الوطني دائما كان حاضر مقابلات الفرق الوطني كانت نادياً مركم محمد الخامس دائما كانت تمانين ألف وكانت نادياً الناس كانت تخرج فرحانة ولكن فرحانة فأحسن طرق الآن اختلاف كبير كانت تغييرات كبيرة تدرك على المستوى المجتمع يجمعاً القيم ما بقعت مزافة للأشياء تأثير دي الوصائل التواصل الاجتماعي، اتهيج، الصراعات الدرجة بأن احتبط الصحفين ودخلين في الصراعات والتهيج المبالغ فيه والتهيج والعنويل المتيرة هذا كل شيء كعقنا هذا المشاهد لكن نشوفه الآن صحيح بأن مشي كل شيء وأنا شخصياً جمال كان حاضر عشت الموديل دي الروسيا من غطيت جموة ديت تدهورة كبرى ولكن دورة الروسيا قد تلقى ديني دي تنقل دي الجمهور المغربي أكبر تنقل جماعي أكبر تنقل جماعي في تاريخ معمورة كانت المقابلة بورتغال في موسكو أتقريباً كانت أكثر من 40 ألف مغربي ولكن كانت نخبة حاضرة نخبة ركنت مليئة من مغاربة العالم إحصاء اللي أعطيته الصفارة المغربية في موسكو 30 ألف من مختلف من ملاطق العالم وبالتالي قدمت صورة حضارية وجميلة كانت بعد نفيلاتات اللي اللي كانت أعطيت صورة ولكن دائماً من ذلك الشغف الشغف الإيجابي ولكن الآن غير لا بد من الفرقه بواحد القادية مقابلة دي الفرق الوطني وانتصار دياله وكأن الشعب يخرج الشارع لا تسجل ولا حادث واحد هذه ملاحظة سنوات كنشوفه أن الجمهور يحتاب انتصار دي الفرق الوطني ولا حادث يوقع في الشوارع لماذا؟ لا أعرف على الوطني ما ديش تفسير في بعض مقابلة دي الفرق الوطني سنشوف الأمور كيف يدير التابعات ربقى الآن حتى في الديربي اللي سنشوف وبالتالي قلت بينا الشغف شيء إيجابي جداً غيرنا أخذوه من وحية إيجابية ولكرة ثاني واحد القادية أرى المكورة القادم صفة خاصة تؤدي أعطاب ديال المجتمع اللي هي ما ديش يد فيه فالفول دائماً كتكون حاضرة بذلك الشكل وبالتالي نحافظه ونحاربه بساطة هذه الظاهرة ولكن الشغف ديال الفرق الوطني رأيها مقدس صراحة وكي أعطي واحد طباعي إيجابي أنا أمشي معكم بحوال آخر وموضوع آخر فهو كرة القادم الوطنية يعني الفرق الوطنية شاهدنا مثلاً بأن فرقنا هذا السبركان اللي فاز بكأس الاتحاد الإفريقي الويداد الرياضي اللي فاز بعصفة أبطل وشهد الفوز هذا للفرق الذي يجوز وبأن فوز يعني بعد سنوات الأخيرة مجموعة من الألقاب الإفريقية وكيف تعكس فعلاً تطور في كرة القادمة الوطنية يعني أنه يقفز على المستوى الفرق الوطنية على المستوى الهيكلة ديالها على مستوى التكوين على مجموعة هذه الأشياء وشهد هذا بأنه تعكس تطور أو موفع صراب ربما فقط صراب هو كنا نجاحات منصفين لا تكون الصورة السودوية كنا نجاحات الأندية المغربية لمستوى الإفريقية كانت ثمانية الألقاب في الفترة الأخيرة زائد لقاب رجاء لقاب المصروق للفرق الويداد للردس كانت ثلاثة لقابين للويداد في دور الأبطال الأفريقية كأس ممتازة ثلاثة لقاب رجاء جولس الكاف وكأس الممتازة ولقابين للنهضة بركانة على المستوى الأفريقي بالإضافة للفوز أيضاً فرق رجاء بكأس محمد السادس فهذه النجاحات لا يمكن أن نخرجها من معزل للمنظومة الكورت القدم المغربي وهي أيضاً نجاحات الأندية ويداد بودلة مشهودات كبيرة هذه سبع مواسيم الرجاء رغم المشاكل المالي ينجح أنه يبقى وعنده موطئ قدم لمستوى أيضاً الألقاب من هذا السبب كان أيضاً فريق الذي ينجح في الفترة الأخيرة وتمكن من التتويج على مستوى القارة الإفريقية كان تواجد قوي للكورت القدم المغربية أيضاً على مستوى الشمال الإفريقي لأن التنافس دائماً كان مع شمال الإفريقية مع مصر مع تونس على وجه الخصوص فكان حضور قوي للأندية المغربية صحيح الأندية المصرية مثلاً تظهر بميزانيات كبيرة جداً إمكانيات كبيرة جداً ومع ذلك أندية المغربية نجحت في أن تنافس هذه الأندية وأن تسحبها من تحتيار بساط ليس سهلاً أنه ناديين مغربيين يتوجو بالكاف ودور أبطال الإفريقية ونهائي الكأس الممتازة ويكون بين الوداد ونهدت بركان فهذا جانب موضع جانب مشرق بالنسبة لكورة القادمة المغربية ولكن السؤال كيف يمكن الحفاظ عليه لأنه في إطار هذه المنظومة وهو من البنية تحتية جيدة لكي يكونوا منصفين أيضاً ملاعب في المستوى بالنسبة للأندية المغربية ولكن أيضاً هذه الأندية برغم نجحتها تجتر مجموعة من المشاكل المالية أيضاً فالمرحلة المقبلة كيف تتجاوز هذه الأندية لدينا مشاكلها المالية كيف تصبح لديها أرضية صلبة جداً لكي تبقى تنافس على مستوى الإفراقية ويجب أن تترس بالكوفيد شك بالمداخل لها لأن على مستوى الرياضة ومستوى أندية الكورة القدم كل قطعات تم تعويضها ولكن المجال في الكورة القدم كان نسي منسي رغم ذلك يقوم به لم يكن تعويض الأندية أو مرافقة لها لكي تخرج أيضاً من الأزمة وتساعدها مع العلم أنها يريد قادة تعطي بادرة أمل فهذا رجعت البطولة فهذا أنه تلعب حتى بدون جمهورتك المتابعة وقادة تعطي أحد نوع من الأمل وحد نوع من التفاول أن الحياة ستعود إلى طبيعتها فالحفاظ على هذا الأمر يقتد هيكلة مالية للأندية أيضاً نرفع من الموارد لمالية حتى على مستوى الجامعة الملكية المغربية القدم الفائز ملقب البطولة والتعويضات التي تحدث لها المحتلين المراكز الأولى يجب أيضاً إعادة نظر فيها صحيح اليوم أن الفائز قريباً لا يحدث له أحد المليار يجب أن نحسبه يعني الدعم على مستوى الصفر عبر الطائرات المنحة لك أن ينفذ لك يتخضع ولكن أيضاً غير معقول وغير مقبول الفائز بلقب بطولة يجب تلخل مئة مليون فتنافس ذي ثلاثين دورة وحتى تنشيط على مدار الموسم فهذه الأمور يجب إعادة نظر فيها ويجب البحث عن موارد مالية جديدة بالنسبة لكورة القادمة المغربية حتى أنديتنا تصل إلى هذه المرحلة والأقل ستحافظ على المستوى التي تنافس دائماً على لقب الأبطال الأفريقية وتنافس أيضاً على لقب الكاف حمزة عشلاف حمزة عشلاف كما قال جمال نجاحات بشكل خاص لكي لا يخصوش العمل كل واحد نجاحات معينة ترجع بالأساس للاستقراط السيري وبعض الأحيان الاستقراط التقني من يكون ومن يكونوا مسيري والذي يصبروا على المدربين على الأقل واحد السنة يجعلهم يعمل كيف يريد كذلك هناك تحويل نوعي في الفلسفة الجامعة الملكية كورة القادم وكما كنت نقول كما كنت نحويج أمور الخصوة متصحة وبخورة المنتخبة كنت أمور خصوات تقال بخصوص العناية بالأنذية المغربية المشاركة في المنافسة الإفراقية أحياد البرماجة مثلاً للرجاء للويدات لبركان مثلاً بغفورة كنت توقف البطولة خمسطعش اليوم عشرين يوم شهر يجب أن نعاون أي نادي أن يمشي كأن كذلك الحضور المغربية داخل الكاف يجعلنا كثيراً لا تتموش نحن نسفع منه شوية الحضور المغربية داخل الكاف الجديد وأنهم يعاونون الحكام ندافع على رأسنا لأننا رأينا رجعت البداية السنة لا تجري في الملكي مثلاً يريد القوة كانوا مقابلات مع أسفاق سيتونسية التي تضلم فيهم الفريق بشكل فضيع وقدم كل شيء يجب أن نتكرر حصل الحض ليس مع السفاق سيتونسية ليس مع السفاق سيتونسية من هذه البنزارة تصيب مهم نحن نحن نسخل نحن نسخل نحن نسخل نحن نسخل أسمحي حمزة أخذنا قطعك هذه القضية الحديث على الحضور المغربية الأفريقية واستفادة الأدية المغربية أنا لا أعتقد هذه هذه ماذا نقول صحيح أن نتكلم عنها حمايتك لا يوجد حماية نسبية لا أعطيك مواشيرات في هذه المرحلة التي نتكلم عنها مرحلة ذهبية واجهة توجد في الكاف يكون عندك تساهم في صناعة القرار لكي أنك تنمي كورد قدم الأفريقية ليس لكي تحصل على حقوق الناس هذا جانب إيجابي ومنظور تدير المغربية تدير المملكة المغربية على المستوى القاري اليوم وما إلى ديبلوماسية المغربية هذا أول منظور لتواجد المغرب في الكاف نعطيك هنا مؤشرات الدفاع الجديد في دوري أبطان الأفريقية لما شارك مع الويداد دولهم في منعب العبدي مقابلة سطيف ضربت جزاء خيالية وعلينات لفارق سطيف تحطانجا الويداد صرقة منه لقب ديلا ريدس أمام أنظار العالم الويداد في الموسم الماضي كايزر شيفس ضربته جزاء صحيحتي النهضة بركان حسنية أقادير الجيش فإذا هذا القول أنه الحماية إلى ذلك توفي نقاش أنا أعطيك غيميتان نقارنه مع السنوات السابقة الموضوع للويداد الأعلي في النهاية كنتم تقن في سياق آخر ما كنتم ترى غوميز حكم ساحة هل هي التي طلبه غوميز مهم ولكن ما كنتم ترى كنتم ترى حكم آخر وغيره حكم سياق آخر اليوم كايين تغير نوع مثلاً أقولك ما الأمر أو لا طريقة مثالية جيدة كايزر شيفس مدينة الريباط تكرفس عليك في الريباط وتكرفس عليك في إيه أسمع من هذا سيارة نعم سيارة نقوله رموز الخير ورموز الشر كان واحد الفساد للسنوات هو في الكاف يمكنك تلغيب باللونها طبعاً حلوح نش نرد الفعل ده بالآن ديال جانب المصري في مقابل ديال ويداد شيء لا يوصد مع العلم أنك استبليش من ديال كاف كله ميسر غير مسبوق فتالي هذي هستيريا اللي تعاملوا بها الجانب المصري غير مسبوقة والتالي كان بعد الفوائد المستوى حضورنا ديال كافراء منك تجيبش مقابلات وإن كان المقابلة السنة الماضية كانت كوفيد وكالمقابلة رجل كيفاش كان دعاية حكمة واحد فهم خصوصي ديال القرار تم استغلاله بشكل إيجابي غير حضور وإيجابية ترشوح لإحتضاء المصاب بالطبع الحال هو كين دعم كين دعم لأننا عمرنا كنا كتتطور كتغير طيارة أسكارية اللي كانت دابا الآن كنت تغطية فول سبيسيال كنزل فحويت كتغفر الضروب كين وحد دعم مالي ديال الجامعة صحيح بأنه على المستوى اللقاء بخصويت زاد لأنه لا يعقل ولكين رائي لشتي رواحد إحصاء كان قدم رائي الجامعة ديال قرب السنتين الرجل ويد تخدم جوة مليار في مقابل هذا المشاركة ديال ميزانية ماشي سهلة غير الحضور ديال ديال المغربية راجع كذلك إنه خصنا نعرفوها التراجع ديال دول الأفريقية جمال يالك سنقول ربقاش عندنا ديك مظام بي ديك المتعلق نيجيريا فرق درجة المفريقية كيف تتخصيبوا على طريقة ربما المستوى التكتيكي غير مقبولة ولكن قلت بي أن فرقنا رغم هذا الحضور رأي لأسف بقى ورأي شهر جمال بسرعة إنه متحولش المؤسسات وهي كانوا باش ضمن الاستمرارية والتقلق والضمر موارد ولكن رأي شوف واحد قادية بغينا ولكر هنا رفي غياب تليفزيون رأي ممكنش نفسه الأهلي والطرجة وفرق أخرى ميزانتنا ضعيفة ما عندناش تليفزيون ما عندناش نفتح هاد السمعي البصاري المستوى التلفازي باش تعطيه فرصة كالصنع نعم 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 سوف نمشي معكم سؤال أخير وبأنه كل واحد فيكم بقت اختصار تعليق دياله على ترشع فوزي القجاع لخلافتي نفسي على رئيسة الجامعة الملكية الكرة القدم هو كمرشح وحيد تعليق ديالكم جمال في طريق مفتوح لرئاسة الجامعة الولايات الجديدة جيد أن يستمر فوزي القجاع في المرحلة المقبلة والجيد أكثر أن يجتمم اشتغال على تدعيم الأمور الإيجابية ويتمم اشتغال أيضا على الأمور ذي الهيكلة كرة القدم المغربية تحتاج إلى الهيكلة الجامعة تحتاج إلى مزيد من الهيكلة المنتخبات الوطنية تحتاج أيضا إلى مزيد من الهيكلة المؤسسات لا عصبة للهوات ولا العصبة الاحترافية تحتاج إلى هوامش للإشتغال لكي تكون مؤسسات حقيقية وليس مؤسسات صورية ففي المرحلة المقبلة هذا ما يجب أن يتشغل عليه فوزي القجاع ولائحته لأن النظام هذه اللائحة تغير فهذه الأمور يمكن الاشتغال عليها لتطوير كرة قدم المغربية لأننا نكون موضوعيين كانت بجموعة من الأشياء الإيجابية كما كانت هناك سلبيات وفي عملية تقييم نتحدث عن الإيجابي ونتحدث عن السلبي الإيجابية يجب تدعمه والسلبي يجب تلافيه وتلافيه ومن مرحلة المقبلة تقوية المؤسسات لأنهم يمكن تحدثوا على فوزي القجاع كرة القدم المغربية تحسن كرة القدم المغربية وتكون مزيد منها في مرحلة المقبلة ويجب أن يشتغل عليها في مرحلة المقبلة عبد العشلاف لا استمرار منطقي ومعفول كان أمور ستصحح فوزي القجاع الآن عنده فرصة أن يصحف ذلك الأمور تكلمنا عن الإدارة التقنية نتمنى أن تكون هي أول ورش تفتح من بعد الجامعة ثم كان أورش جميلة أنا كنت أقول جميلة بحل كرة القدم نسائية ما تكلمنا عن الشيء لغادم زيان والفوت صار كذلك والغريب في الأمر هو أنه هذا الشيء المؤسف وأنه لا يكون حديث على القرار الوطنية نحن نقش في المنتخب الأول لأنه كانت تفرض علينا أما هناك أشياء زوينة كانت تدار الآن في القرار المغربية ربما سنرى نتائج ديارة من خمسة سنة شخصيا متفائل وكانت منها كانت منها لحظة ساعدة في العهدة القادمة واستمرار المعقول بناء المعطيات بناء الجريبة الناجحة كما قال سيح الشلاف كانت إشتراكات جميلة لما حقا موقفنا شي لها فوتصال وكرت قادمة النسوية في حقا اللي كانت أعتبره من الإنصاف دي المعرفة في المجتمع لأنه حقا أنك تأهل المونديال وتكون مراهنة باش تأهل كذلك على المستوى الكبيرات بسألة شيء إيجابي جداً أنا اللي أعتقد بأنه الأشياء اللي يمكن اللي خاص فوزي القزاع يشتغل عليها هيكلة المؤسسة هذه الجامعة والليجان تابع لها وكذلك مساعدة الأندية على إبراز نخب جديدة لأننا للأسف أن ديتنا مقاش لم تتعطي لعبة في المستوى وكتعطي لعبة في المستوى وكتعطي لعبة في المستوى ودليل منه أن تجد شوف اللائحة مقترحة كيف يجعلها في أسماع لا تستحق صراحة يكونوا موضوعيين لأن لماذا؟ أن ديتنا مقاش كتعطي لعبة في المستوى وكتعطي للمرجعين كفاءات وفاة اللائحة ونظامك تختلف وما تنقاش عندهم فرورة هو هو الذي يختار هو الذي يختار هو وختيار ويجب أن يكون سري سمعنا شيء مع الأسباب ولكن هل يتحمل صوريته؟ أما بعد الأسماء لا أعرف أن الأضافة التي يمكن أن يرغب لا نتعاني الأشخاص وغير أن يجبنا أن يجبنا أن يتعطينا فعل المسايرين في مستوى العالي مستوى كبار تريدنا لا يستطيع أن تكلموا في قاعة الرأي الجامع الذي يقول لك تدخلتها ومقترحها ليس القرآن يجب أن تناقش وكل أحد يناقش يجب أن يناقش بعد مرة ما سيكون فقلت أن ينخص إبراز النقاب جديدة على مستوى الأندية ولكن الأندية هي التي لا تساعد على إبراز النقاب ولا تساعد على استثمارات لنا لماذا؟ هذا المستثمر الذي سيأتي ما هو الإطار الذي سيشتغل؟ شكرا لك وصلنا إلى نهاية البرنامج الذي تحدثنا في اليوم عن استدادة الفرق الوطني كأس العلام تحدثنا أيضا عن نتائج الفرق الوطنية تحدثنا أيضا عن الجامعة الوطنية كوات القدم ومجموعة الأمم بصحة اللقاء بالكورة الوطنية نشكر الحاضرين معنا محمد روحلي رئيس القسم الرياضي بي اليوم شكرا لك نشكر أيضا جمال صطيفي مدير موقع ميديا 90 شكرا لك شكرا لك وأيضا حمزة حسلاف صحفي بموقع دوزين بوايما شكرا لكم كاملين شكرا للمشاهدين الكرام وإلى اللقاء شكرا لكم